اشتركوا في القناة نسرين وهبي مديرت البرامج بسينما متropolis أهلا وسهلا فيك نسرين شرفتين I'm going to start with you, Manny. Thank you for being with us, first of all. We'd like a brief introduction about the Goethe Institute in Lebanon, your aims and the achievements you've done so far. Okay. Thanks, Rula, for having us here in the studio. It's very nice to be here and have the opportunity to talk about the Goethe Institute. The Goethe Institute is the cultural institute of Germany, and our main objective is to create good relationships with our partners and to encourage cultural relations. And very concretely, we are organizing, for example, that's why we are here today, film festivals, but of course also many other projects in the field of music, visual arts, etc. So the idea is to create a mutual understanding between Germany and Lebanon and to really enhance the cultural exchange between these two countries, but also in the region. And that's our main objective as Goethe Institute. بلمحة سريعة عن معهد Goethe في لبنان هو أكيد معهد السقاف الألماني موجود عنها. هدف الأول هو تنمية العلاقات بين لبنان وألمانيا وكمان تقارب السقاف الألمانية من السقاف اللبنانية من خلال مشاركة بين نشاطات مثل اللي عمنا تعرف عليها اليوم. نسرين هذه السنة الثالثة على طويل بتتعاون مع معهد Goethe لها النشاطات؟ مضبوط. هو من أول ما بلشت متروبوليس من عشر سنين كانت الشراكة قيمة مع معهد Goethe ومشروع الأسبوع الفيلم الألماني وما وهب بيروت وبلشوا سوى من ثلاث سنين وبعدنا مستمرين. بدنا نعطي بس التوقيت لها النشاطات. في عنا التالنت بيروت هو بين 22 و 26 أيلول. يعني بكرة؟ مضبوط. هو الويك أند. نعم. بكرة بـ 22 الشهر الساعة 7 في سينما متروبوليس أمبيغسوفيل. وبيستمر لـ 22 الأول. قبل ما نحكي عن تفاصيل المهرجين أو الأسبوع الفيلم الألماني بدنا نشوف الصورة وبدنا نشوف بروموسيون للحدث. راح نشوفه حتى ناخد فكرة أكتر عنه. وبعرف في هايلايت سبيها المهرجين. وفي تكريم لمخرجة كتير مميز. وفيلم الافتتاح كمان أكتر من ميز. بدنا نحكي عنه. وين تحب نبدأ؟ أول شيء نعطي رمحة شاملة عن كل الأسبوع. عم نقدم 12 فيلم ألماني حديث. كلهم مترجمين على الرغة الإلمانية. وأبرزهم جيل بكل المهرجات. مترجمين للغة؟ للغة؟ الإنجليزية. أغلبهم بيحكوا إلمانية. كانوا بأبرز المهرجانات الدولية مثل برلينالي، كان، ساندانس. فيلم الافتتاح توني أردمان. يمكن بيحب أكتر يحكي عنه. توني أردمان كان مفاجأة العام على صحة السينمائية الدولية هذه السنة. عرض أول مرة بمهرجان كان ومن وقته عملي قد يحضل الجويز. وحتى إلماني اخترته ليمثلها بالسبق على أوسكار. أفضل فيلم أجنب للعام المقبل. ماني، تلس لنا لكي عن توني أردمان. نسي مصر أردمان. وهناك من المصر المفاجرات التي يقفوها بي 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 سي قرأت في توني أردمان. ويقفوا بأن توني أردمان هي مصر المفاجرات التي تقفوها بي 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 سي قرأت. ترجمة نفسي. وانا موقفونا بي بي برية كوكي بي بيجرد بي. لن يتعرفوا أن تقفل عن أرادة كلناي. وترجمة نفسي. 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 بالترجمة نفسي إنشه مفاجئا في تونيقفو. وقفوناة ببعض الثمسي. يعملينو على تلصب الأخذ نفسي. يمتعونه بي. نفسي. نفسي وقته نفسي. وانا نفسي تأجزه لها في المنزل كرد تعالي. وليسي قرأت بي بي بي. ونحن ندعي لنا في بعض المصدر أخير من المملكات ونحن ندعي لنا في الفلسة ونحن ندعي لفلسة حيثي ونحن نزيدنا في بيرول لقد خلقنانا أن هناك درعوا أنه مضبوط ونحن ندعي لفلسة 22 سبتمبر عندما نرى أجل تسمت بفلسة كتير مضبوط سندا نسى كمان لأمريكي وين منعرض بالعالم بيحكي عن إذا بدكم الروح الفكهية عند الألمان اللي أبدا مش مشهورين فيها ولكن حاولوا يكسروا هالصورة من خلال إنتاج هالفيلم وبالفعل عملوا مفاجأة كبيرة فيه لأنه حققوا هالشي راح يمكن نشوف بروموسيون لهالفيلم ولكن قبل بروموسيون عام للمهرجين هذه لمحة سريعة كانت عنا مضمون المهرجين كم فيلم قلتينك؟ أنا 12 فيلم حديث وخمسة فيلم ينعرضوا من الساخن الرائل المرممة للمخرج الإلماني الكثير مشهور فاس بندر اللي عم نوجه له تحية كل سنة بأسبوع الفيلم الإلماني من نقل مخرج الإلماني كثير مهم ومنقدم له مجموعة من أعماله يعني الكل العالم يجب أن يحضروا على شاشة كبيرة فهس نخترنا فاس بندر من غير الأفلام اللي عم نعرضها عنا مي أن كامينسكي كلنا يمكن نعرف جود باي لينين الفيلم الكثير مشهور مع دانيال برول فهذا فيلم الجديد سوا الأديتر طبع الفيلم بيتر أدم اللي حيكون موجود في لبنان لا يقدمه كما عم نعرض الكو برودكشن الإلمانية The Look of Silence اللي مخرجة جوشوا أبنهايمر اللي حيكون موجود كمان بي بيروت اللي قديم الفيلم هو كي أيضا مشارك بي تالنت بيروت أزن أكسبرت نسرين نترجمي للأفام اللي معزما راح تكون بلغة اللهمانية هي بالإنجليزية فيش في ترجمة عربية توني أرد من الفيلم الفيلم حم نعرضو بالنسخة المترجمة عربية وإنجليش شكرا لنستعار بيموكشن الإلمانية أرد من جديد أصبحت البدع؟ هذا هو طريق فقد الوزنة. ونحن نجد فتك مربكي. هل تركت في السابق؟ التجارع في المتالة. لا أصبحت للمشاهدة. أصبحت للمشاهدة. هل ترجمة؟ أصبحت تقصدي؟ أم عملية؟ أم أمى 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 أنا أبعمي ومع فدي أتوفر لأمي لأمي أخبار сорتاني لأمي أبعمي أنا أحيان أعني أخبار كذلك voy a الفيدي ومن أمي أساني أساني الأمي ستكون محطيًا؟ أجب أن يتكلمي بي إذا كنت على محطيًا، أمي لأمي اليوم ، هذا التالي؟ ، تحصلت المال بحجراء اللقاء ، وفوضة أمي التفرززززيز؟ ، لم اكن من فرزززززز. . ، 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 أسفة بوكتان، أبي أصدقائي، لنجد أن نحصل على هذا المشكل. نعم. الآن نعرف لماذا لا نجدك جداً. أريد أن أتحدث عن المسابقة معك، نسرين بوت، وين؟ لا يحضرون هذه الأفلام الرائعة، لديه فرصة ليربحوا. يربحوا سفرة على ألمانيا. خلال الأسبوع فيلم الإلمانية، تذهب إلى ويبساية الجرمن فيلميك، يمكن أن تصويته فيلم المفضل. سفر، هذا هو بس اليوم، يختاروا الفيلم المفضل عندهم، يمكن أن يربحوا بطاقتين على ألمانيا. أين في برلين؟ تقليل، أين تريد أن تريد. يمكن أن ترغب فيلميك، كيف يمكن أن ترغب فيلميك؟ ماني، لماذا ترغبت أن ترغب أن ترغب فيلميك، كما ترغب فيلميك، لكي ترغب فيلميك؟ نعم، لأننا نريد أن تكون مجموعة، من كومي إلى ثريرة، يمكن أن ترغب في المنزلة، ويليست مجموعة فصفة ويقف في الأمانية، لأنه لديك من عمالين في حيني، ويقف في المنزلة، يجب أن ترغب في المنزلة، وهي واحدة جميع مناسبة، ويقدمت وترغب في المنزلة، ويقدمت أن تجاري منذ أشبك، في أين تقدم أشبك رائبة، في المتروبوليس. هذا هو محاولة لن يجب أن يكون محاولة. ممكن أن يرى بعض من عمله. المقرج الألماني الشهير، الراحل فاسبندر، سيتم تكريمه من خلال هذه المهرجين من خلال عرض خمسة من أبرز وأجمل أعماله بها المهرجين. نسرين، إلى جانب مهرجين السينمائي، فيه كمان تالنت بيروت، مواهب بيروت، وهي ورشات عمل حول؟ مضبط، ورشات العمل حول ماتية بصناعة الفيل الأفلام، مثل السينماتوغرافي، الأديتينج، المونتاج، كيف تألف موسيقى لفيلم، وكيف تعمل ساوند ديزاين. فعندنا ورش عمل، اخترنا مستبئين من كل العالم العربي جايين على بيروت، يلتقوا بخبرة دوليين من الدنمارك. المشاركين من كل الدول العربية، ليس فقط من لبنان؟ نعم، كم عددهم؟ عندي 23 موهبة، من اليوم بلاشوا يصالوا على بيروت لا يشتركوا بهم. بمعنى برعوا بمختلف مجالات صناعة الأفلام؟ صناعة الأفلام، منهم مخرجين بالتحديد أو برودوسر. ونسمح الفرصة لكل المشاهدين، لكل الجمهور اللبناني، يجي كمان يحضر مفتوحة لكل العالم، فور فري. يعني مش بس المتخصصين أو اللي عم بيدرسوها المني بيشاركو؟ كل الجمهور اللبناني والمطلعين بالإندسطري، أي شخص بحب صناعة الأفلام بيقدر يحضر؟ يحضر ورش عمل مفتوحة للببليك، عندنا السابت ساعة ثلاثة ورشة عمل عنا كيف الأهمية الساونتراك طبعا الفيلم، مع خيام اللامي، عم نشوف جشوة أوبنهايمر مخرجة كثير مهم، عمل فيلمين كثير مهمين، أكت أف كيلنج والوك أف سايلنس، عم بيعطي ماستر كلاس عن صناعة الأفلام، نهار الأحد الساعة الخمسة بالمتروبوليس، عشرة من أهم الخبرة بصناعات الأفلام، سيكونوا موجودين بها الورشية العمل، حتى يستفيدوا من خبراتهم المشاركين، مضبوط، وحتى في جلسة نهار السابت ساعة خمسة بدواوين جميزة، فيك تتعرف على جائزة مؤسسة روبرت بوش الإلمانية، اللي بتقدم جائزة ١٦٠٠ ألف يورو لتنجي فيلمك الأصير، فكمان هاي الدعوة مفتوحة لكل اللي عندهم بروجي فيلم، حابيني تعرفوا أكتر كيف يمولوا فيلمهم، المتخصصين هنه مش بس إلنا من عدة الدول حول العالم، مضبوط، عندك من فرنسا، دنمارك، أمريكا، مضبوط من كل العالم، وعلى أي أساس اخترت المشاركين، معرفة كتار تقدموا، مضبوط، في كتير أبليكيشن، وصلت في جوري مؤلفة من خبرة كمان من لبنان ومن إلمانيا، اختاروا البارتسابنت، حسب السيفي طبعهم والأعمال اللي قدموها، في أي معلومة حاول مواهب بيروت بتحب الدفية؟ لا، بس… بعطي مجالة المشاركة، لأن بعض اللي يختارون مهتمين بهذا الموضوع، فيكم نتضلكون على اطلاع عبر الويبسايت تالنت داش بيروت دوت كوم، لتعرفوا أمتال نكست ادشن فيك تقدمي عليها، بس فيكم تجوة تحضروا فور فري لأوبن ساشن، كمشاهدين، مضبوط، كله موجود أونلاين على ويبسايت متروبوليس، ويبسايت جوتة، ويبسايت تالنت بيروت، وهذا الحدث يتم بالتزامن مع أسبوع الفيلم الألماني، وأكيد تم التنسيق بالتوقيت حتى الأفلام لا تضارب بوشية العمل، مضبوط، ويكونوا المخرجين الأكسبورت، من نفس الوقت يقدموا أفلام ويشتغلوا فيها، نعم، وين نلاقي البطاقات للأفلام؟ أعطينا فكرة عن أسعار، هل في باكج للبطاقات؟ الأفلام، نحن سارت بطاقة عنا كتير رمزة، 8000 في الفيلم، وعندي كفاستيفل باست، 48000 في كتو حضر فيه، خمسة عشر فيلم، فأكيد سار كتير تشجيعي لكل محبي السينما. ماني، هذا هو الثالثة لكي تشتغلوا مع متروبوليس سينما، ونحن نتعلم أكثر عن كلمة الجرمية، هل يحدث؟ هل يتعلم أكثر عن كلمة الجرمية؟ هل يتعلم أكثر عن كلمة الجرمية؟ هل يتعلم أكثر عن كلمة الجرمية؟ يعني أننا في القتال أن تستغلوا معها، ونحن نتعلم أيضا لأكثر عنصار، وتستغلوا معها بأكثر من الجرمية، وأنه المدى الأمر المدى الواجهة تدعي لقائل بجموعة المعالم PERPAP snap بريموعة من الجرمية، وهل تعليم أكثر عن كلمة الجرمية أن تشتغلوا معها لأنهم كذلك تشتغلوا معها بمضامك في قلتالك لذلك هو محلسة محلسة في بلدانين وهذا يكون مفيداً مع التجارات والإيجابات مع تحظاتك وإنس مسألتوا إذا كان هناك تبايدل بلستقافات مش بس من خلال الشعب اللبنان انه يتعلم عن السقافة الإلمانية وصناعة السينما الإلمانية لما العكس كمان هل هذا الشيء يحدث وقلب الفعل هيك عم بصير لأنه خبرة والصانعين الأفلام الإلمانيين كمان عم بيجوا حتى يشاركوا بهذا الحدث عم بيسير في تبايدل بلستقافات وكامين خبرات بصناعة السينما thank you for being with us it was our pleasure and I hope this is a yearly event which is always successful أهلا وسهلا فيكم thank you very much وقفوا مشاهدينا وMTV Alive بكمل خليكم برفتنا